أعلن حزب العمال الحاكم في بريطانيا يوم الأحد عن تعليق عضوية النائب مايك أميس بري البالغ من العمر خمسة وخمسين عاماً بعد ظهور مقاطع مصورة له وهو يلكم أحد المرة في حادثة وقعت مساء يوم الجمعة تظهر اللقطات التي تم التقاطها بواسطة كاميرات المراقبة أميس بري وهو يتحدث إلى رجل قبل أن يسدد له لكمة مما أدى إلى سقوطه على الأرض حيث واصل ضربه كما يظهر مقطع آخر أميس بري وهو يقول لشخص خارج نطاق الكاميرا لن تهدد النائب مرة أخرى أبداً في سياق متصل أعلن متحدث باسم حزب العمال أن الشرطة ستقوم باستجواب أميس بري حول الواقع وأوضح المتحدث نظراً لاستمرار التحقيقات قرر حزب العمال تعليق عضوية السيد أميس بري إدارياً على ذمة التحقيق وكان أميس بري قد صرح في بيان يوم السبت قبل ظهور المقطعين أنه شعر بالتهديد في الشارع بعد قضاء أمسية مع الأصدقاء مشيراً إلى أنه اتصل بالشرطة للإبلاغ عن الحادث وأضاف لن أدلي بمزيد من التعليقات ولكنني سأتعاون بالطبع مع أي استفسارات إذا لزم الأمر ترجمة نانسي قنقر